التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وخلال اللقاء استعرض الوزير المشروعات القومية والتنموية التي تشارك في تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات استراتيجية مصر للمياه تساهم الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر وذلك سعيا لامتلاك الإمكانيات لإنشاء محطات التحلية وفوطين صناعة مكوناتها